بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي عزيزاتي طالبات الصف الثامن مجددا مع درسنا درس القواعد وهو الفاعل اليوم إن شاء الله سنقوم بحل التدريبات المتعلقة بدرس الفاعل سنبدأ أولا عزيزاتي بالسؤال الأول أو التدريب الأول الذي يقول أكمل الفراغ بفاعل مناسب لكل مما يلي إذن الجمل الموجود عنده جميعها جمل فعلية يريدون مني أن أكمل الفراغ بفاعل الذي قام بهذا الفعل طبعا يعني نتذكر أن الفاعل ينبغي أن يكون مرفوعا احتفل المواطنون بعيد الاستقلال يعني يجوز أن تضعون اسم آخر أو فاعل آخر ولكن يعني كلمة المواطنون مناسبة حفظ الأبناء التراث يمكن أن نضع أيضا كلمة أخرى أجرى الطبيب العملية الجراحية بنجاح يسهم المواطن في المحافظة على البيئة يزيد التفاؤل دافعية الإنسان للعمل عاد الذين اغتربوا عن الوطن طبعا قلنا يمكن أن تضعوا أي فاعل آخر ترونه مناسبا ولكن ينتبهوا أن يكون هذا الفاعل اسما مرفوعا ننتقل الآن إلى التدريب الثاني استخرج الفاعل فيما يأتي واذكر الصورة التي جاء عليها إذن يريدون مني أن أستخرج الفاعل ونتذكر طبعا صور الفاعل الخمسة أن نذكر الصورة التي جاء عليها نتذكر صور الفاعل الخمسة وهي الاسم الظاهر الضمير المتصل الضمير المستتر اسم الإشارة والاسم الموصول نبدأ بالتمرين الأول لاحظوا عزيزاتي أن هذه الآية مليئة بالأفعال إذن لابد أن تكون مليئة بالفاعلين أيضا الفعل الأول قال أين فاعله ربك ربك فاعل وصورته اسم ظاهر أيضا الفعل قال صورته صورة فاعله ضمير متصل وهو واو الجماعة تجعل فعل وفاعله ضمير مستتر تجعل أنت يفسد أيضا فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر أيضا يفسد هو يسفك هو أيضا فاعله ضمير مستتر نسبح نحن فاعله ضمير مستتر نقدس نحن فاعله ضمير مستتر قال هو فاعله أيضا ضمير مستتر أعلم أنا فاعله ضمير مستتر تعلمون فاعله ضمير متصل وهو والجماعة الموجودة في هذا الفعل الذي هو من الأفعال الخمسة المثال الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ما نقصت فعل نقصت أين الفاعل صدقة ونوعه أو صورته اسم ظاهر زاد فعل الله فاعل وصورته اسم ظاهر تواضع أحد أحد أيضا هو فاعل لتواضع وهو اسم ظاهر رفعه الله الله اسم ظاهر وهو فاعل الفعل رفع ولاحظوا أن الهاء هنا جاءت في محل نصب مفعول به ضمير متصل دعا المشاركون هنا الفاعل وهو اسم ظاهر وطبعا هذا يكون مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم نبت السيوف السيوف فاعل مرفوع للفعل نبت وصورته اسم ظاهر نبا فعل أيضا هذا وفاعله ضمير مستتر تقديره هو المثال الخامس أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لينتساب عفوا جاوزت جاوزت هنا جاوز فعل والتاء ضمير متصل وهي الفاعل ننتقل للمثال السادس تكلموا تعرفوا فالمرء مخبوء تحت لسانه تكلموا فعل وفاعله ضمير متصل واو الجماعة تعرفوا هذا أعزاء فعل مبني للمجهول قلنا أن الفاعل لا يكون إلا للفعل المبني للمعلوم إذن هذا الفعل المبني للمجهول ليس له فاعل المثال السابع فاقت تلك الفتاة قرناتها في فن المناظرة فاقت فعل تلك هو الفاعل وصورته اسم إشارة احرصي أيتها المرأة على التمسك بحقك إلى نهاية المثال احرصي هو فعل وفاعله هذه ياء المخاطبة وهي نوعها ضمير متصل نوعها ضمير متصل ننتقل الآن للمثال التاسع لا تتحسر على ما فاتك ففي أي شيء تذهب النفس حسرة تتحسر هو فعل وفاعله ضمير مستتر تذهب النفس النفس فاعل ونوعه أو صورته اسم ظاهر للفعل طبعا تذهب الآن ننتقل أعزائي للتدريب طبعا التدريب الثالث مثل بجملة مفيدة من إنشائك على كل صورة من صور الفاعل هذه أعزائي أخذناها بالفيديو السابق يمكن أن تستعينوا بالأمثلة التي كانت موجودة عند شرح الدرس كل طالبة طبعا تضع الجملة التي تراها مناسبة مع الانتباه لصور الفاعل الخمسة التدريب الرابع هو طبعا سؤال إعراب كما عتدنا يكون عندنا نموذج في الإعراب بعد ذلك نبدأ بسؤال إعراب أعرب ما تحته خط فيما يأتي قال تعالى ولا تمشي في الأرض مراحة إنك لن تخريق الأرض ولن تبلغ الجبال طول المطلوب من الإعراب هو تخريق لن تخريق ما إعراب تخريق سبقت بحرف نصب إذن تخريق فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أين الفاعل تخريق أنت الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت يجب أن ننتبه أنه بعد إعراب الفعل ينبغي أن تعرب الفاعل إن كان ضميرا مستترا مثال با على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم المطلوب هو إعراب كلمة العزائم ما إعراب العزائم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره طبعا هو فاعل للفعل تأتي المثال جيم كتبت قصة قصيرة تتناول أحداثها نشر السلام ونبذاء التطرف المطلوب هو إعراب الفعل كتبت ولكن أنا أعربت كل هذه الجملة كتبت قصة قصيرة كتبت طبعا انتبه أنه فعل ماضي واتصلت به تاء الفاعل قلنا الفعل الماضي إذا اتصلت به تاء الفاعل يبنى على السكون إذن هذا فعل ماضا مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل ما إعراب بتاء الفاعل ضمير متصل مبني في محل رفعي فاعل وقصة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره قصة قصيرة ما إعراب قصيرة نعت أو صفة لقصة منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره الأسئلة سهلة أعزائي ينبغي أن ننتبه فقط لصورة الفاعل أرجو أن تنقلوا الإجابات هذه على دفاتر كنا وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته